عباد الله أمتنا نامت كثيرا وما كان للرئيس الأمريكي أن يصدر قراره هذا وأن يشهره في وجوهنا على شاشات القنوات لو أنه كان يتوقع من أمتنا ما يزعجه ويزعج مصالح بلاده فما أشبه الليلة بالبارحة فما توقعه الرئيس الأمريكي أعلنت عنه من قبل جول دمائير حين حرق المسجد الأقصى عام تسع وستين قالت حين حرق المسجد الأقصى لم أنم طوال الليل ظنا بأنني في الصباح سأجد جيوش العرب قد هاجمتنا من كل حدب وصوب فلما استيقظت أعلمت بأنهم نائمون عباس حاس أنه تهوى الجيش العربي والجيش المصري وأمريكا والصهاينة يعني حقيقة بيتعاملوا معنا كده عشان مطمنين لعدم ردود الأفعال ونائمون لها كلمة قوية جدا عباس شمان لحق نفسه بعد كده ده خطيب الأزهر يا جماعة ده خطيب المسجد الأزهر لحق نفسه على طول وقال لك لا تفهموني غلط ولا حاجة افهموا الصح هذا هو الذي توقعه ترامب ولا أدعو من فوق منبر الأزهر أن تتحرك جيوش ولا أن نقطع علاقات ولا أن نتصرف تصرفا لا يليق بأمة متحضرة فالضرر يعود علينا في النهاية وهم لا يعبقون بهذا اهوى وتتحركوا يا عبت ولا تسحبوا ولا تعملوا حاجة حضرتك ولا نسحب سفرة ولا نقطع علاقات ولا نحرك جيوش أما نعمل ايه نحرك دلنا نحرك دلنا حلوة نلعب بدلنا كده نهش بيه يعني زي الجموسة ربنا يعز قدركم ها نهش بدلنا نحرك ده اللي يتحرك عندنا ده الحاجة الوحيدة اللي مسموح لك أنك تحرك تهز ديلك وتبايع ها وتبايع خد بالك من تبايع وطاعت وليه الأمر ده اللي مسموح لك بيه تطيع وليه الأمر وتبايع ها وتهز ديلك ده المجالات المتاحة لك كمواطن عرب ما المين اللي يتحرك يا شيخنا يعني إحنا مش هنتحرك طب مين حضرتك اللي يتحرك أو يعمل أي موقف استطيعوا كأمم وشعوب وأفراد أن نفع على الكثير فلم يعد اليوم يوم الحروب ولا المظاهرات ولا المهاترات وإنما هو وقت الإجراءات يا سلام يا سلام بص حضرتك الحاسم آه الشعوب تتحرك الحكام والجيوش والحاجات دي عيب نتكلم فيها طب إيه وجهة الإجراءات الصهاينة بيستهينوا بينا بيستهينوا بس خلينا عايشين حقيقة طب يا ترى ادينا لمحة شيخ شمان خلي بالك شمان البديل ده ده جمعة الأقصى اللي ده عليها شيخ الأزهر بأقوى بيان عربي بلا نزاع منع شيخ الأزهر من أنه هو يلقي الخطبة وتقريبا منع أنه هو حضر يعني ما حدش لمحه ولا حد جاب صرته خالص والكاميرا ما قطعتش عليه ما كانش موجود على حد علمنا رغم أنه المفروض يبقى في القرص القاعدة قاعد أول واحد قدام الإمام ده لما يتم منعه ما جاش أصلا وجابه عباش شمان قال لك لأ ده وقت الإجراءات طب إيه الإجراءات فضلتك الساسة يستطيعون اتخاذ قرارات المؤلمة والإعلاميون يستطيعون أن يتحدثوا حديثا مؤلمة والمفكرون يستطيعون أن ينتجوا نتاجا مؤلمة والكتاب يستطيعون والناس جميعا يستطيعون فإن فعلنا فيقصنا وإن بقينا فلا نلومن إلا أنفسنا سياسة سياسة يعملوا إيه بقى لما هم مش يطيعون العلاقات ولا هيخدوا أي إجراءات ولا هيسحبوا أي حاجة أما ليعملوا إيه حضرتك الساسة دول لا يتحركوا شوف بشكر بلا مظاهرات ولا حروب ولا بتاع هم كلمتين للناس يقولهم الساسة هم مفضلش غير كده هم مفضلش غير كده هو ده المطلوب مننا في الوطن العرب تحجيم بصة حضرتك ده الاتفاق مع سلمان والسيسي ده الاتفاق مع سلمان والسيسي في صوت أعلى من كده ده الاتفاق مع سلمان والسيسي وفقته بالبتاع بالمحبة وفقه وفقنا تمام بس احنا كنا عايزين وقت فيش وقت أنا ما عنديش وقت خد بالك السؤال اللي بيفرض نفسه دي نقطة مهمة جدا ركز بيها حضرتك السؤال اللي بيفرض نفسه اللي أكدته في حوار يوم الأربع إنه محمد بن سلمان والسيسي خصوصا كانوا محتاجين على أقل ست شهور ست شهور بس عشان يبدأ التحرك ده حامل سلمان عنده تثبيتات داخلية خطيرة جدا ووضع خطير جدا والسيسي عنده تثبيتات حقيقة رئاسية عشان لقطة مهمة جدا محتاج يطلحها عشان يكمل فالتنين محمد بن سلمان مش متلكع في صفقة القرن لا هو كل الحكاية إنه بيخلص إجراءات فمحتاج شوية وقت السيسي مش عايز يخلص صفقة القرن في المدة الأولى يجي في المدة التانية عشان يبقى يتكسب الحكاية فمحتاجين ست شهور طيب هتقول لي طب إيه التناقض اللي في كلامك ده معتز منين هم كانوا محتاجين الست شهور ومنين منستقين من أول ثانية زي ما التلفزيو الإسرائيلي قال ما هو حضراتك التنسيق ده مش بمزاجه هو خلاص ده قالك ترامب ده قوات وإحنا صبيانه فإحنا حضرتك الراجل جي أوردر ترامب ما عندوش وقت ترامب رقابته على المحك رقابته على المحك محتاج يعمل قنبلة كبيرة جدا 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 تكذب أكبر تعاطف من اللوب الصهيوني عشان يقف معاه لأن المحقق الخاص اللي بيدور وراه حقيقة قلعه هدومه تماما ترامب حقيقة حاول كل المحاولات لكن القضية الموضوع كبر جدا 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 وفضع حارج جدا ترامب محتاج اللقطة فهم وقفوا فأهم حاجة أن هم إيه يزبطوا السلطنية يعني الناس تبدو وكأنها تنتعد وكأنها تشجب وكأن في مظاهرات من غير ما يتم حاجة ده دور عملاءنا حقيقة الوطنيين ده دورهم اللي موجود طبعا شمان بعد ما ما قالكش أي حاجة كان طبيعي زيه زي إمام الحرم النبوي زيه زي إمام الحرم المكي حقيقة يمارس النفاق الكامل للسلطة اللي كتبت الخض لا نطلب الكثير علينا أن نتخذ مواقف مشرفة وإننا لنشكر للقيادة المصرية سرعتها في إصدار قرار واضح برفض هذا القرار وعدم الاعتراف به وإنا لنشكر جميع من أصدر قرارا مماثلا وعبر عن رأيه ولله الحامل